اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضافة لروف مع تراس بكل فيلا مودرن ديزاين بالعمار واكتر من 55% خدار وغاردنز داخل المشروع لقجوري لايفستايل وخدمات عديدة مأمنة مول تجاري جيم وصفا جيت الكميونيتي وسيكوريتي واثنين لأربع باركينج لكل فيلا دابل وولز ودابل جليزينج تجهيز AC وصولير سيستم كهرباء وماء 24x24 يوروبيين باثروم ستايلز وسانتري بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسومينج بول حسب الطلب اسكيب مشروع فيلا لأندر كونستركشن بعيد 700 متر عن البحر وكيشف عسيفيو ما بينحجب 25 فيلا من أصل 70 بعدهم أفيلبل للبيع وكل فيلا خاصة ومسئلة أما التسليم ابتداء من 2018 تسهيلات مميزة للدفع وتقسيد 25 سنة بأقل من 1% فيدي والسطورة 300 ألف دولار أبارتمنتس عشكل فيلا للبيع داخل رزيدانشل كومباوند بيمتد على مسيحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية موقع بعيد 40 ديئة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خدار وشجر مقلة في المشروع من 5 بلوك سعشك الفيلال كل فيلا مقصمة إلى 3 أبارتمنتس كبار مسيحتهم 240 متر مربع أو 6 أصغر مسيحتهم 120 متر مربع أبارتمنتس لجراند سلور تابع لقلهم برايفيت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة من أهم المواصفات أبتاون بادارو مجمع سكني وتجاري موقعه بأبرز نقطة ببادارو بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل بيتميز بقربه من المتحف الوطني المدارس الجامعات المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية مألف من 3 أبنية 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب بالإضافة لأقسام تجارية العدد المتبقى للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع وثلاث أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع أندرغاوند فلور مخصص للباركينج والستوريج اسم لنا كاتب والشقق تابع له 2 باركينج سفوت أما الأقسام التجارية تابع له 5 باركينج سفوت بيتميز المشروع بمساحات خضرة مولتي بربيس هول جيم وتشيلدرنس بلايروم ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتنج سيستم أبتاون بادارو مشروع يتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالي بالعمار بالإضافة لسيكورتي 24x24 حالياً بآخر مراحل الكونستركشن والتسليم بآخر 2018 كشفت مسودة مشروع أنون الرهن العقاري الجديد بالكويت على أنه لا يجوز المستفيد التصرف بالعقار المرهوم بالبيع أو الهبة أو غيره من التصرفات أو ما يترتب أي حق عيني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة والجهات المانيحة للتمويل ومن المقترح وفق المسودة احتفاظ المواطن بالمزايا التمويلية نفسها اللي بيحصل عليها بالوقت الحالي من بنك الاقتمان على قرده المقصة على أنه تقوم الحكومة بتعويد البنوك من خلال تحمل فائدة عن التمويل المدعوم اللي بتقدمه نيابة عن المستفيد على أنه تترك لبنك الكويت المركزي صلاحية تحديد الحد الأقصى الجديد المسموح فيه للتمويل العقاري هيدا كانت حلقتنا لليوم ريسونا على بريدنا إلكتروني info at propertyyours.com كما وافيكم تتصفين على الرقم اللي عم بيزهر على الشاشة زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك و mtv.com.lv لمزيد من المعلومات أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية خليكم عن معز اشتركوا في القناة